زيارة القبور سنة مؤكدة للرجال فيزوره ويدعو له وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل زور القبور وزيارة الأضرحة لأن هذا من أسئلة رقم البرنامج زيارة الأضرحة والأولياء هذا ليس من السنة هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زور القبور ما هو معناها زور المنكرات زور أماكن الشرك زور الأماكن التي يدعى فيها غير الله زور الأماكن التي فيها دعاء الموت بكشف الكربات وقضاء الحاجات هذا شرك أكبر هذا كفر بالله العظيم هذا خروج عن ملة الإسلام هذا نقض للتوحيد هذه مخالفة فاضحة لشاهدة أن لا إله إلا الله ولذاك لا يجوز زيارة الأضرحة والأولياء الذين يدعون من دون الله ما هي هذه زيارة المقابر المشروعة أبداً شكراً لزورة أبداً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة مقابر المشروعة